أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أعذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في علاقهم أغلالا أغلالا فهي إلى الألقان فهم مطمحون وجعلناهم بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا سدا فوشيناهم فهم لا يبصرون وسواهم عليهم أنذوتهم أم لم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجل كريم إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إن أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجبنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين أتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة لي لدن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يرقدون إني إلا لفي طلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جرد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزكون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمنه وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأسعاج كلها بنا مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسنق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تدري لمستقر لها ذلك تغير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدري كالقمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا خملا نريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نضرقهم فلا صريخ لهم ولا ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أن رفقوا مما رسقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعامه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينزرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توسيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفض بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظل نفس شيئا ولا تجسون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأسواجهم في ضلال على الأرائك متهئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاس اليوم أيها المجرمون ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جملا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم تغعدون إسنوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتتللنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستمقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مبيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعاقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي لا إنه إلا ذكر وقرآن مبين ليعذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أنعاما فهم لها مالكون ومن للاها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نسرهم وهم لهم جند محبرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على أن يخلق مثلهم بلى ما هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء كل شيء وإليه ترجعون